موسيقى مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناة سي تي في في حلقة جديدة من برنامجكم ساحاتك ناس كتير جدا بتخاف تتكلم بتخاف تبتسم ما عندهاش ثقة بنفسها كفاية وده علشان عندها مشاكل في أسنانها عندها مشاكل تسوس اسفرار فروق ما بين الأسنان بتبتدي دايما تدور على طرق تجميل الأسنان وبيبقى فيه أسئلة كتير بتدور في أزهانهم هل هي مناسبة ليا؟ هل لو أنا عندي مشكلة مرضية تقدر تنفع ليا؟ كل الأسئلة دي مشاهدينا هنجاوبها على حضراتكم مع ضفنا اللي مشرفنا النهاردة دكتور واجدي عبد المسيح استشاري جراحات الفم وزراعة الأسنان حاصل على دبلوم تقويم الأسنان بألمانيا ماجستير جراحات الفم والوجوة الفكين وزراعة الأسنان دبلوم زراعة الأسنان من كل طب الأسنان لوس أنجلوس أمريكا زميل جمعية زراعة الأسنان بكاليفورنيا لكن استنونا مشاهدينا بعد الفاصل ماجستير جراحات الفم والوجوة الفكين وزراعة الأسنان الأستاذ الدكتور واجدي عبد المسيح استشاري جراحة الفم وزراعة الأسنان ماجستير جراحة الفم والوجوة الفكين وزراعة الأسنان دبلوم الدراسات العليا في جراحة وأمراض الفم دبلوم الدراسات العليا في الاستعادة الصناعية للأسنان حاصل على دبلوم تقويم الأسنان بألمانيا زميل جمعية زراعة الأسنان بكاليفورنيا دبلوم زراعة الأسنان من كلية طب الأسنان لوس أنجلس أمريكا زمالة الجمعية المصرية لزراعة الأسنان زمالة الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان زمالة الجمعية المصرية لجراحة الفم والوجه والفكين دورات تدريبية في زراعة الأسنان من ألمانيا وأمريكا واستوراليا ودورات تدريبية في تجميل الوجه عنوين العيادات 101 شارع خلوصي شبرة 13 شارع البرازيل أمام سفارة الجزائر الزمالك تليفونات العيادات 012 28 23 9000 أو 012 28 24 9000 أو 0122 21 74 159 موسيقى موسيقى حركة زايدينت للأسنان دكتور وجدي عبد المسيح استشار جرحة وجه فاكين وزراعة أسنان وتنفيات سبتة وتركبات متحركة وجراحات دروس عقلة مدفونة بنرحب بكوا في أي وقت بخلال معاد مصبق موسيقى احنا هنا مركز زايدينت للأسنان المركز متخصص في جراحة وتجميل الأسنان وبالأخص في زراعات الأسنان زراعات الأسنان اللي هي العلم الجديد اللي بيعوض الإنسان سنانه بدل ما يركب قطء متحركة يركب سنان سبتة هي فكرتها ببساطة ان احنا بنحط مصمار معين أو او زراعية جوه العظم بنسنى عليها ثلاثة شهر لستة شهر عشان تلتحم وده شكلها بيبقى زي ما هو واضح معايا في المودلة ده المريد اللي كان معنا نهاردة وعملنا له عملية زرع لفك علوي كامل حطنا له ثمان زرعات البدايات كانت ان احنا فتحنا لسه بعد كده بدأنا نخرم علشان نحط الزرعات حطنا له في الفك العلوي تقريبا ثمان زرعات كانت العملية جميلة وسلسة والمريد كان متعاون جدا 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 والعملية طلعة فيه منتهى الجمال اللي ما خدناش اكتر من ساعة بكتير قوي من قول ما بتدينا هي ساعة انما التحضير والتقفيل بياخدله بتاع نصف ساعة زراعة الاسنان مش شرط ان احنا نستعيد عن السنان بالكامل يعني لازم اخلع سناني كلها لا ده انا ممكن اعمل زراعة لدرس او درسين او تلاتة وممكن تلات دروس احط لهم زرعتين واركب التلات دروس مش لازم كل زرعاية كل سنة بالزرعاية بتاعتها بنعمل لهم برجال ده بالنسبة لزراعة الاسنان عندنا في المركز كمان بنعمل حاجس مع تجميل الاسنان تجميل الاسنان بيشمل حاجات كتيرة قوي تبدأ بالتبيض بعد كده بالتقويم بنعمل حاجس مع العدسات اللاسقة للاسنان دي عبارة عن قشرة تجميلية بتلزق على السنان ودية بتدي شكل جمالي بتغير لون السنة بتغير شكلها بتغير شكل المريض او شكل الانسان كله بنعمل مش لازم نعمل الحاجات اللي هي الفينير زياد عشان نجملك عندنا فارع في شوبرا وعندنا فارع في الزمالك وفارع الزمالك ده هو مركز الأكبر اللي بنعمل اللي هو فيه العيادات المجهزة والحجرات بتاعت الجراحات ومنها جراحات الأسنان أهلا بيكم مرة تانية مشاهدينا ورجعنا لكم بعض الفاصل يمكن مش بس السيدات هي اللي بتهتم بشكل أسنانها لكن كمان الرجال دايما بيهتموا بشكل أسنانهم عايزين يعالجوا مشاكل كتير قوي موجودة في أسنانهم زي التساوز زي الإصفرار زي القصور زي فروق الأسنان فبيبتدوا يدوروا على طرق مختلفة لتجميل الأسنان وبيبتدوا أسئلة كتير بتدور في أزهنهم طب ده هينفع أنا سني مناسب طب لو أنا عندي مشكلة مرضية طب هيقعد قد إيه كل الأسئلة دي هنجاوبها على حضراتكم النهاردة من ضيفنا لمشرفنا دكتور وجدي عبد المسيح استشاري جراحات الفم وزراعة الأسنان حصل على دبلوم التقيم الأسنان بألمانيا ماجستير جراحة الفم والوجه والفكين وزراعة الأسنان دبلوم زراعة الأسنان من كل الطب الأسنان للس أنجلوس أمريكا زميل جمعية زراعة الأسنان بكاليفورنيا أهلا بحضرتك يا دك أهلا بحضرتك حقيقي مشاكل الأسنان يمكن مش بتدي ثقة بالنفس يعني للمريض اللي هو عنده مشكلة في أسنانه سواء كانت إصفرار أو كسور أو أي مشكلة هو بيعني منه عشان كده احنا عندنا أسئلة مشاهدين كتير جدا عايزين نترحى على حضرتك يعني معينا سؤال أنا شاب عندي عشرين سنة وبشرب سجاير للأسف سنيني كلها بيضة وغمقة جدا فيها بقع إيه الحل فيها مع العلم إني مقدرش أبط على السجاير الشكوى دي أو العارض ده سببه حاجتين إما الصبغات بتاعة الدخان بتاعة السجاير أو تسويس في الأسنان عاملة بقع وعملة حفر فدي هنا وظيف الطبيب بالأسنان بيميز هل دي حاجة خارجية اسمها اكسترنالستين ولا حاجة تآكل في الأسنان نتيجة التساوس دي ليها طريقة علاج ودي ليها طريقة علاج بالنسبة لو هي حفر وتآكل في الأسنان وتسويس ده بنلجأ للحشو إما حشو عادي إذا كان هذه الحفرة مش وصلة للعصف فبنعمل حشوات تجميلية تكميلية تعيد إلى السنة شكلها وحجمها الطبيعي ولونة لو كانت وصلة للعصب بنعمل حشو عصب للسنة أو الدرس وبعد كده بنعمل عليها طربوش ليه بنعمل طربوش على السنة اللي معمول لها حشو عصب لأن احنا بعد ما بنشيل العصب بتاع السنة السنة أو الدرس بيفقد مصدر غزاء اللي هو جاي من العصب العصب عندنا في السنة الطبيعية ليه أكتر من وظيفة الوظيفة الأولانية والأساسية اللي ربنا خلق عليها لها العصب للسنة هو الإحساس بالألم والإخبار عن أن فيه هنا مشكلة أو فيه خطر وهو ده اللي بيسبب الألم الشديد بيبقى مع العصب فيه شريان ووريد بيغزوا السنة فالسنة عبارة عن جسمه صلب مليان أنابيب مية بمجرد ما شلنا العصب مصدر أنابيب المية اللي جوه السنة دي فقد وبالتالي السنة بتنشف وتبقى قابلة للكسر بتبقى عاملة زي قشر البيض تيجي تدس عليه المريض أي حاجة زيادة بتقومها حشة تفتكسر فدي أول طريقة للعلاج إما حشو عادي تجميلي أو تكميلي الحاجة الثانية حشو عصب وطربيش طيب هي لو سبغات سجاير لون السنة الغامق مشكلة بيعاني منها ناس حتى غير المدخنين المدخنين أو الناس اللي بتشرب قهوة كتير أو الناس اللي بتشرب شاي دي بتعمل حاجة اسمها external stain يعني صباغات خارجية ممكن دكتور السنان يشيلها بالجهاز اللي هو بتاع التنظيف بتاعه اللي هو الالترا ساوند الالترا سونك ممكن أو يشيل الصباغات ديت طيب هي لو داخلية لون السنان الداخلية نسجتها غامقة بتعمل لها إيه دي بتبقى لها حل تاني يبقى الحل الأولاني اللي هو external stains دي بنضافها عن طريق دكتور السنان وممكن تكون رواسب جيرية كمان مش استين يعني جير عليه صباغات فدي تتشرب الالترا سونك تتلمع تبقى كويس قوي بس ممكن تفضل غامقة طيب غامقة ليه لأن هي أساسا انترنلي من داخلية نسيج السنة بيبقى غامقة طيب دي علاجها إيه علاجها ما يرى يسمى بالطبيض ودي أبسط الأنواع طيب أنا ممكن أعمل التنظيف ده كل قد إيه دكتور يعني حفاظا على الأسنان إحنا كما بدأ عندنا في طب الأسنان أن المريض الأسنان لازم يعرض على الطبيب مرة كل ست شهور ده الكلام ده بيتقال في اللي هي المجتمعات الرقية جدا لأمريكا وأوروبا إحنا طبعا مجتمعات رقية وعالية وكل حاجة بس إحنا ثقافتنا الطبية بتبقى أقل شوية فبنحتاج أن المدة دي تبقى أقل شوية كل ثلاث شهور أو كل أربع شهور ليه المدة دي إحنا بنحددها هما الأمريكان قالوا ليه كل ست شهور في الكتب لأن عشان أنا يبتدي لي تسويس في المينة اللي هو ما فيش فيه أي نوع من أنواع الإحساس عقبال ما يوصل للعاج اللي هبتدي أحس إن هنا فيه مشكلة بياخد ست شهور على الأقل فأنا لما روحت للدكتور كل ست شهور ويكتشف إن فيه تسويس لسه في المينة ما وصلش للعاج دي تبقى حاجة كويسة جدا جدا في العلاج أولا مش هفقد نسيك سنة كتيرة كتير وبالتالي السنة تبقى بحالتها ما تأثرتش كتير وهي مجورد النقطة السودة دي الدكتور هيشيلها ويخطي ليها شوية الموضوع هيبقى سهل في العلاج سهل بعد كده في الاستعمال عمر السنة أو الدرس هيفضل زي ما هو دي كل فترة ست شهور بالنسبة للتسويس الحاجة الثانية إن هو الجير بيتكون على السنان بسرعة فلازم السنان تتنظف على الأقل مرة كل ست شهور وهنا عايزين ننوه إن الجير أخطر من التسويس يعني الناس كتير قوي مش بتهتم بتنطيف قصة كتير ليه أنا لما يكون عندي درس مساوس واصل العصب إحنا عارفين هنعمل فيه إيه يا إما هنخلعه أو هنعمل له حشر عصب أو هنعمل له حشر عادي لأنه هو حاجة واحدة بس اللي يتأثرت بال بالتسويس إنما الجير بيتكون على كل السنان إذن التأثير بيبقى جامع أو كلي على السنان طب الجير ده بيعمل لنا إيه في السنان الجير ده بيتكون على سطح السنة بيبتدي يزيد يتغلل ما بين اللاسة ما بين اللاسة وما بين السنة اللي ما بين اللاسة وما بين السنة معروف إنه هو عضم الفك فكل ما الجير بينمو بيضغط عايز ينمو التحت فبيضغط على العضم بيدوب العضم العضم ده هو اللي ماسك السنة وبالتالي السنة تفقد بنقول عليه السابورت أو السند وبالتالي هتبتدي السنة تتلخلق هي بتشتبقى سنة واحدة هتبقى مجموعة الأسنان وخصوصا عند الناس كلها وعارفة كده كويس الأسنان السفلة الأمامية ليه الأسنان السفلة الأمامية بالذات لأن احنا عندنا في الغدد اللوعبية ليها قنوات وليها فتحة إخراج فتحة الإخراج دي بتبقى في المنطقة تحت اللي سن من تحت هنا قصاد الأسنان الأمامية تحت فدي بترمي اللوعاب كله على الأسنان الأمامية اللوعاب ده يعتبر أول طبقة من طبقات الجير أو هي بتعمل السطح اللي بتدي تتكون عليه الأيونات والمعادن والكالسيوم والحاجات اللي احنا بناخدها في الأكل فتبتدي تكون الجير علشان كده بنحرص وبنقول للمريض اهتم جدا 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 بالأسنان الأمامية أثناء استعمالك للفرشة من الداخل طب في معلومة كده يا دكتور احنا بنسمع أن اللوعاب ده بيحافظ على الأسنان هل دي معلومة صحية ولا لا طيب اللعاب عندنا في جسم الإنسان ليه حاجة اسمها درجة حموضة ايه هي درجة الحموضة اللي احنا بنوع عليها البي اتش يا إما هو لعاب نيوترال نيوترال يعني لو هو لا حمضي ولا هو قلوي ده عادي وعندناش في مشكلة ده لعاب مائي طب هلا لو اللعاب ده حمضي الحمض هيعمل ايه في الأسنان هيعمل تأكل في سطح السنة ولو درجة الحمضية عالي الناس دي سنة بتسوز بسرعة عشان كده لازم نستخدم الفرشة باستمرار طب لو هو قلوي اللوعاب ده قلوي اللوعاب ده قلوي بيعمل لي سطح بيجذب الكالسيوم والفوسفرس والحاجات اللي احنا بنكلها بتعمل لي الجير اذا لو اللعاب مائي انا ما عنديش مشكلة لعين ده سنانه اللي بتسوز ولا بيعمل جير لو اللعاب ده قلوي بيعمل لي جير كتير فلازم يغسل سنانه علشان يشيل الطبقة اللي بتجذب الايونات لو هو حمضي برضو عندنا سوائل بتعمل تأكل في السنان فعشان كده احنا بنقول للمريض وبننصحه والنصيحة ده قانون عندنا انك لازم تغسل سنانك كل 12 ساعة انا بنصح المرضى بتوعي بعد الفطار وبعد العشو ليه هو دي بعد الفطار وبعد العشو دي 12 ساعة لان اول طبقة بتتكون لللعاب بتتكون مثلا سي الصبح انت فطرت غسلت سنانك يبقى دلوقتي مفيش لطبقة لعاب ولا بقايا اكل طب طول النهار يتكون الطبقة تانية الطبقة تانية دي بتجذب الايونات بتفضل 12 ساعة رخوة تقدر تشيلها بالفرشة لو استنيت عليها اكتر من كده لأ دي بتجي تتكلس مش هتقدر تشيلها بالفرشة تحتاج دكتور سناني يشيلها لك عشان كده الحق شيلها كل 12 ساعة الدول الغربية بيقولك ثلاث مرات عشان تبقى فيه سهولة وانت لو ما شلتش جزء في مرة تشيل جزء تاني في مرة تانية فتبقى اسنانك مضيفة وما يحصلش هذا التكلس او هذا التآكل في الاسنان سؤال تانية دكتور انا سيدة عمري 40 سنة وعندي فلقل مسافة كبيرة بين اسناني الامامية هل يمكن عمل تجميل الاسناني اللي هو الفينير دون برضي الاسنان هي بتشتكي من فلجة في الاسنان فلجة واحدة او الاكتر من فلجة لا واحدة بس بين الاسنان الامامية هي فلجة السنان دي بتبقى عبارة عن مسافة ما بين السنتين الاماميتين في الفك العلوي طريقة العلاج هنا بتختلف بتختلف نمر واحد احنا بنفضل ان احنا ما نمدش ايدينا على السنان لا بتربيش ولا بمفينير ولا حاجة هي لو يقدرنا نعمل لها تقويم ونقفل الفلجة دي بالتقويم ده هيبقى افضل بس احنا في مثل هذه الحالة لما بنعمل تقويم للفلجة الامامية بنحتاج تثبيت داخلي بيفضل معاها مدى الحياة يعني السنان بتتثبت من جوه بسلك علشان ما ترجعش تاني لان الحالات دي معروف انها بترجع تاني بعد ما بنعمل لها تقويم بترجع تاني فلازم نثبتها من جوه الحل التاني ان احنا نعمل ما يسمى بالفينير ايه هو الفينير الفينير دي وسيلة حديثة تجميلية للسنان يا اما بنجميل السنان عن طريق تغيير اللون او تغيير الشكل او بنداري بيها عيب زي الفلجة دي بس هنا بالفينير الحالة بتاعة الاختي دي بيعتمد على يعني المسافة قد ايه هل مسافة صغيرة ولا مسافة كبيرة لو المسافة صغيرة ممكن هتتعالج قوي بالفينير هي ايه لما مسافة كبيرة مسافة كبيرة في مثل هذه الحالات احنا بيفضل للتقويم لان احنا لو عملنا فينير هتبقى حجم الفينير كبير قوي فيبقى شكلها مش حال بس فدي بالنسبة للحالة دي انما يفضل جدا جدا التقويم طب هو الفينير فيه برد هي برد بتسمع عن برد الاسنان الفينير على حسب الخامة اللي احنا هنعمل بها الفينير لو هنعمله ايه ماكس ودي احسن احسن وافضل الانواع بيبقى البارد حاجات بسيطة جدا جدا اقل من واحد من عشر من ملي تقريبا لان هو السمك ونفسه رفاية انما اللي هو يتعامل ماء يعني مادة تانية زركن بنحتاج نبرد شوية عشان يديني الشكل الحلو ويبقاش فيه بروز للأسنان سؤال تانية دكتور انا عندي مشكلة في الفك السفلي اربع دروس مسويسين هل ينفع عمل تركيبة ولا زراية أسنان هتبقى أفضل احنا الأفضل اللي عندنا في مثل هذه الحالات ان احنا نبقي على الأسنان الطبيعية ونعالجها تمام ونحاول نحفظ عليها زي ما هي موجودة بس ده بتعتمد على الحالة اللي احنا فيها بسؤال تانية دكتور بنتي عندها عشر سنين وقعت على السلم الأسنان الأمامية كلها تكسرت ايه الحل تنتظر لما تكبر ولا تعمل ايه هل السؤال اللي احنا عشان نحدد طريقة العلاجة الأسنان بالكامل تكسرت ولا أجزاء منها تكسرت هي بتقول ان تكسرت أسنانها الأمامية طيب احنا هنقول كل الاحتمال الاحتمال الأول انه مثلا يكون نص السنة طار وهي عشر سنين معناها انها هي بدلت الأسنان الأمامية ومش هنقدر نخلع في هذا الوقت فهو لو نص التاج اتكسر في مثل هذه الحالات هنعمل حشو عصب وهنعمل حاجة اسمها بوستان دكور بنعمل ايه نص السنة اللي اتكسر دوت عملنا له عصب لما هنيجي نعمل عليه طربوش طربوش ده مش هيقعد لان ما فيش كتلة من السنة مسك فيها الطربوش يعني مثلا لو احنا قلنا ان ده دي سنة لو نصها الكسر جيت اعمل عليها طربوش دوت كل شوية هتقع فبنعمل حاجة اسمها بوستان دكور ايه البوستان دكور بنعمل دعامة في قلب السنة مكان حشو العصب وبعد كده قدر عليها الطربوش والطربوش اللي هعمله للبنوت الجميلة اللي عندها عشر سنين ديت طبعا هنعمل كذا طربوش لو اكتر من كذا سنة بنعمله طربوش مؤقت ما بنعملش طربيش النهائية الغالية لان انا عندي انواع الطربيش اما بلاستيك او كومبوزيت او بورسلين او زوركون او ايماكس كل حاجة لها تكلفتها هي البنت دي الطربوش ده بالنسبة لها هيبقى مؤقت لان احنا لسه حجم الفكة هيكبر والسنان موضعها هيتغير فبنحط طربيش مؤقتة لغاية لما يحصل نوع من انواع السبات في النموع عادة بيقبع بعد 18 سنة وابتدي اعمل تعويض مناسب يعني احنا من الافضل ان احنا ناخد اجراء على طول ولا نستناها لما تكبر علشان كده كده الاجراء السريع الساعة الوقعة انها تروح لدكتور السنان يعمل لها حشو عصب يشيل العصب يعمل بوست ان دي كور ويعمل طربيش مؤقتة ده الحل المؤقتة لغاية لما تكبر نغير الطربيش المؤقتة نعمل طربيش دايما سؤال تانية دكتور عملت عملية زراعة اسنان تلات دروس وعندي واجع شديد من شهرين لغاية دلوقتي في اللاسة مش عارف اي السبب بالنسبة لزراعة الاسنان زراعة الاسنان دي عبارة عن ايه بمساطة شديدة ان انا عندي درس مفقود درس مفقود اهو عايز ازرع فانا مش عايز لابرد ده ولابرد ده واعمل جسر ليه لاني لو بردت ده وبردت ده وعملت جسر او كبري وما كانش مظبوط هيسويسلي السنان دي وهيعمل لي مشاكل بعد كده هاضطر دخل على السنة دي والسنة دي فعشان كده احنا عملنا زراعة السنان دي نمرة واحد نمرة اتنين ما عنديش حاجة ثبت فيها سنان عشان اعمل كبري وبالتالي مضطرة ان انا عمل زرع طب ايه هو الزرع الزرع ان انا بثبت الزرعاية في قلب العظم هنا هو كده ادي الزرعاية وقادي العظم حواليها باستنى عليها علشان تلحم طب لو ما لحمتش هيحصل ايه هيحصل قلم وبيت ليه لان هي الزرعاية اساسا العظم ما مسكش فيها فعلى طول عملها الالتهاب وعلى طول هنا الجسم بيعملها كجسم غريب فهو احنا عندنا بالنسبة للزرع بنقول في حاجتين مؤشرتين للنجاح الزرعاية ان ما فيش قلم ها وما فيش التهابات طول ما فيه التهابات وفيه قلم يبقى انا عندي مشكلة في ثبات الزرعاية والالتقام وبالتالي هو لازم يرجع للطبيب بتاعه يعمله اشعات شوف ايه الاسباب ويبتد يتعامل معه اكيد مش بس يا دكتور الطرق الاسنين دي مجرد حاجة تجملية لا هي كمان حاجة علاجية انا بعالك فيها كل المشاكل اللي موجودة في اسمي حضرتك احنا مش عايزين نقول علاجية احنا بنقول تعويضية استكمالية وظيفية انا عايز اكل اكيد المهم في اكل صح بسمول من انها اجامل اسمي فقط احنا فيه تعليقات بنسمعها يا دكتور انا نفسي اكل لحمة نفسي اكل حقيق بس هنكمل كمان بقية المشاكل واسئلة المشاهدين لكن بعد الفاصل مشاهدين استنونا بعد الفاصل مكملين حلقتنا اهلا بكم مرة تانية مشاهدين وارجعنا لكم بعد الفاصل لسا مكملين اسئلة حضرتكم عن طرق تجميل الاسنان من كسور من اسفرار من تساوس مع الدكتور وجزي عبد المسيح استشارة جراحات الفم وزراعة الاسنان حصل على دبلوم التقويم الاسنان بألمانيا ماجستير جراحة الفم والوجه والفكين وزراعة الاسنان دبلوم زراعة الاسنان من كل الطب الاسنان لوس انجلوس امريكا زميل جمهية زراعة الاسنان بكاليفورنيا اهلا بحضرتك مرة تانية دول لستم كمين مع حضرتك اسئلة الناس معينا سؤال ازاي ممكن نخلي اسناننا بيضة زي بتوعي التلفزيون هل الحل التبيض وهل ده بيأثر على مينة الاسنان طيب احنا تبتسألي سؤال بيتسائل لنا كتير الهوليوود السمايل اهو ايه هي الهوليوود السمايل دي الهوليوود السمايل دي وسيلة تجميل للاسنان علشان نتكلم عن تجميل للاسنان احنا دلوقتي بنكلم في جزئية الطبيض الطبيض هو يعتبر جانب من التجميل وله عدة طرق طريقة الاولى ان هو انا ببيض السنان الطبيعية بتاعتي ان انا بغير لونها بغير لونها عن طريق بعض الكيميائيات التي يستخدمها الطبيب بمساعدة جهاز الليزر في عيادته علشان بغير لون السنان دي اول طريقة في التجميل والطبيض من طرق الهوليود السمايل علشان الهوليود السمايل ده اسم او تعريف كبير بينضم تحته حاجات كتير فالطبيض اللي هو العادي اللي في العيادة بالليزر باستخدام الكيميائيات دي اول طريقة طيب هل الطريقة ديت بترضي كل الناس ولا ما بترضيش كل الناس الحقيقة هي ما بترضيش كل الناس ليه لان هي لما المريض بيجي للعيادة وبعمل له عملية طبيض بالليزر بيستخدام هذه الكيميائيات بيفتح الاسنال 8 او 9 درجات اكتر من من لون الطبيعي للسنة بتاعته طبعا هو بيبقى فيه فرق شاسع ما بين اللونين بس هو داخل العيادة مش داخل العيادة علشان يوصل لهذه الدرجة لا ده عايز يوصل لدرجة تانية درجة البياض الكامل اللي نيجي اللي هي النوع التاني بقى من الهوليدو سمايل اللي هي العدسات اللاسقة او الفينير او اللومينير ايه بقى القصة دي القصة دي عبارة عن اسطح اسطح لونها ابيض عاملة زي العدسات بتاعت العينين بتبقى وقدة شكل السنة واللون الابيض الحلو الجميل اللي احنا بنشوفه دوت ودي بتبقى عبارة عن طبقة رأيها قوي شفافة بتتلزق على السنة تقريبا هتبقى اهي دي كده بتتلزق على السنة يا دكتور صح اهي 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 عبارة عن حاجة خفيفة كده اهي بشكل السنة اهي ما بنبردش السنة ولا حاجة بتاخد منها حاجات بسيطة وتيجي تتلزق على السطح ده فطبعا هي بتتلزق على كل الاسطح الامامية هنا هوت وبتغير لون السنة ده اللي هو الفينير ده الفينير او اللومينير او العدسات اللسق او الرقائق بتسمع على حسب الدولة اللي احنا فيها ده بنعمل اللون اللي احنا عايزه بغير ده ميزاته كتيرة بقى ما عايزين نقول الطبيض ايه مشكله والفينير ايه مشكله علشان ما نحلمش قوي او اللي عايز يحلم يحلم في حدود وطبعا المشاكل دي بتعتمد على الطبيب او المادة اللي بتستخدم بالنسبة للطبيض في مواد حلوة قوي وجميلة دي ما بتعملش اي مشاكل ودي بتعتمد على اختيار الطبيب ده بالنسبة المواد الطبيض بالنسبة للفينير على حسب نوع المادة اللي انت تستخدمها هتاخد بينفت اكتر يعني لو بعمل اي ماكس الوانه بتبقى حلوة جدا والوانه طبيعية ورؤية جدا بس مشكلتها انها غالية شوية لو بعمل زوركون بحتاج سمكة اكتر شوية بحتاج ابرد شوية من السنان فطبعا كل حاجة بيبقى ليها العيوب وليها الحاجة التانية انا عشان اعمل الفينير لازم استخدم مادة لسقة حلوة قوي ودلوقتي يعني بسم الله ما شاء الله في مواد حلوة قوي قوي في السوق بنقدر استخدمها مايبقاش في مشاكل الفينير زمان ما كانش في المواد اللسقة للفينير كانتش يعني ما وصلتش للدرجة العالية دلوقتي لأ وصلنا للدرجة العالية القوي وما فيش اي مشاكل ده بالنسبة للفينير طب كمان يا دكتور بنسمع عن طريقة تانية اللي هو الطقم اللي بيتركب وممكن اشيله واركبه في اي وقت ده حضرتك ده اسمه السناب اون السناب اون ده بنعمل ايه حضرتك باجي دي سناني اهي باخد لها مقاس زي ما هي كده بعمل بمدش ايدي عليها تروح المعمل بيعمل لي حاجة سنان تركب عليها لونها ابيض حجمها هيبقى اكبر سنة طبعا اللي مش بدل حجم دوت اكيد بتتحط من غير لازق دي بتاعت المناسبات اه انا رايح فرح انا رايح مقابلة بتكلم الحاجات ده ده بيتشاله ويتحط بس ما بينفعش اكل عليه اه يعني ده تبقى حاجة مؤقتة اتصور به اتصور به يعني بيبقى طبعا ليه مشاكله شو هي في الكلام لو هو مش معمول مظبوط ومش معمول حلو لو هو بلكي يعني تخين حجمه كبير مش عارف اتكلم به الكلام العادي بتاعي يعني بس هو مع الوقت المريض بياخد عليه مع استعماله كتير بس ما بيقدرش ياكل عليه طيب سؤال تاني يا دكتور بنتي عندها 16 سنة وقعت من على السلة من قصرة جزء من سنة من الاسنان الامامية هل السنة كلها تتخلع وتتركب واحدة مكانها ولا ممكن السنة دي تتبني تاني واعتقد السؤال ده أجبنا عليه يعني ده جزء أعيد هتقولك تاني سريعا هي ده ده نص الإجابة الحالة دي نص الإجابة من الإجابة أنا جاوبناها المرة اللي فاتت ده نص السنة ده عشان نص السنة تكسرت مش الأسنان كلها هي هجبه بطريقة تاني لو نص السنة أو حتة من السنة تشطفت وما وصلتش للعصب مش هعمل حشو عصب ده بتعتمد على الأعراض اللي أنا هعالج بيها هعالج بيها الحالة خدت بالك إيه هي الأعراض يعني هي ما فيش ألم متواصل ما بيقلمهاش بالليل مع السائع والسكن بس بتحس بالألم بفهم بحطها تحت الملاحظة فترة وبفهم إن هي ما وصلتش للعصب في مثل هذه الحالة أقدر أعمل لها بكل أريحية الفينير وبيعتمد على حسب الجزء اللي أنا اتكسر لو هي تشطفت منها ميلي أو تشطفت زاوية أقدر أعمل الفينير لو هي وصلت للعصب والدكتور شايف العصب أو شايف نقطة حمرة في السنة يبقى لازم يعيشي للعصب ويتعامل معاك حشو عصب ويعمل بوستاند كور زي ما قلنا في الأول سؤالتني يا دكتور برضو عن زراعة الأسنان عملت عملية زراعة الأسنان أربع دروس من حوالي سنة بس لغاية دلوقتي مش بقدر آكل عليهم كويس السبب وإيه الحل هو عمل أربع دروس من سنة من سنة هيا عندنا حالة مشابهة تقريبا هيا في عندنا حالة مشابهة بس دي تلت دروس هيا هيا دي تلت زراعات مقاملية في الفك العلوي والحالة دي بيثالية قوي لموضوع زراعة الأسنان لأن أنا هنا لازم أعمل زراعة أسنان عشان أعمل سنان سابتة لأن ما فيش عندي تسبيت للأسنان هنا هوا هادي زراعية اتنين تلاتة وبعدين بعمل عليهم كوبري تمام أنا عندي هنا فيه عنصرين للتركيب العنصر اللي تحت الزراعات دي ممكن تكون سبب للألم أو التركيب اللي فوق كوبري بتاعي ممكن يكون سبب للألم تمام في مثل هذه الحالة عشان أشخص محتاج حاجتين أعمل أشعة عشان أشوف الزراعات بتاعتي شكلها إيه تمام هل هناك التهابات حوالين الزراعات أو فيه تأكر في العضب أو فيه زرعة ما مسكتش فهي اللي بسببالي الألم هنا هوت وبعدين بشوف اللسة اللي حوالين هل هي ملتهبة علاقتها بالتركيب إيه فيه التهاب هل التركيبات هي السبب ولا الزراعات بشيل بشيل التركيبات وأختبر الزراعات إزاي يعني أاجي على الزراعية كنت شلت التركيبة والزراعات هي بابتداء أدقة عليها كده لو دي فيها كده يبقى عندي مشكلة في العضم لازم نشيل الزراعية لو عندي زرعات سليبة مفيش فيها ألم ابتدي أدور على التركيبة هل فيها عيب ولا مش عيب وعلاقتها باللسة ايه لو هنا مفيش ألم أو مشاكل في الزرعات هتبقى المشاكل عندي في اللسة يبقى أعالج اللسة وغير التركيب اهي بكل سهولة جدا اهي يقيم المشكلة في التركيب او في الزرع نعرف ازاي زي ما قلنا هل يا دكتور المشكلة دي بيتبان مع الوقت يعني هو بيقول انه هي عدة سنة يعني هل ما حسش من بداية المشكلة انه فيه مشكلة عنده في الزرعات ولا دي بتبان على المدى البعيد لا بيتبان على المدى البعيد بيتبان على المدى البعيد هو اكشوال يعني يعني لو هي بعد سنة هيبقى المشكلة غالبا فيه الانسجة لتحت الكبري وممكن تكون برضو فيه حاجة يعني حاجة مش ظهرة بتاخد وقتها في الزرعات هي زي ما قلت لك التشخيص هو اللي بيحكم وهنا بعد ببنشخص بنعرف السبب طب انا لما بعمل الزرع مفروض اتابع مع الطبيب بعد قد ايه واقول اعلى مدار قد ايه عشان ابان مشكلة عندي زي زي زرعات لازم زيها زي السنان العادية انا بتابع كل ست شهور وخصوصا لما يكون فيه زرعات في الفايل بتاع المريض بتاعي لازم ببص عليها ولازم ييجي نضف حواليها ولها طريقة معينة في التنظيف ولها ادوات معينة في التنظيف لانا ما اقدرش اجي جنب زرعات تيتانيوم واستخدم لها الادوات العادية بتاعتي لا بلازم يستخدم لها ادوات تيتانيوم برضو يعني مش مجرد ان انا عملت زراعة اسنان فخلص هتعامل بقى بشكل طبيعي جدا لو هو الانسان يقدر يتعامل مع اسنانه الطبيعية بشكل طبيعي جدا وما يروحش للدكتور كل ستة شهور هي نفس القصة اكيد ونفس الاسباب هي نفس الاسباب اكيد يعني احنا بنقول لمريض السكر يقولك انا خلاص ابطتلك السكر اهو في العملية عشان تحطيني الزرعات قلت له طب بعد العملية هعمل لنا ايه دلوقتي بقوله اللي حصل على الطبيعي هيحصل على الزرعات عملنا ايه ما عملناش حاجة السكر لازم يتضبط طول حياتك مش عشان سنانك لا علشان حاجات تانية سؤال كمان يا دكتور انا انيسة عندي 24 سنة في مسافات بين اسناني الامامية العلوية ده بيسبب لي احراج مع الناس هل ده بيحتاج تجميل ولا اعمل ايه ده غالبا بيحتاج تقويم او فينير لو المسافات معقولة بعمل التقويم اللي هو ايه التقويم البريسز ان الدكتور بيحط لي حاجات زي كده هوت ويحط لي سلك ويبتدي يضم لي السنان وغالبا المسافات بتبقى فوق وتحت فبيضم دول على جنب كده اللي قدام ودول برضو لقدام بعد دي ما بتاخدش اكتر من 6 شهور وبعد كده بنعمل عملية تثبيت وزي الفل تمام دي بديه كل القصة دي بالتقويم لو المسافات معقولة ولول سنانها مش حل وعندها مشاكل في شكل الاسنان نعمل فينير طيب سؤال تانية دكتور في حد بيسأل تحت دقني واجعني مش قادر افتح بقي روحت للطبيب لدرس العقل مدفون ولازم ينشال جراحيا ايه الحل ده تحت الفك هنا هوت في المنطقة دي غالبا درس العقل بيبقى مظلوم شوية عند كل الناس وخصوصا في الازمنة الحديثة اللي احنا فيها دي لان حجم الفك او جمجمة بتاعت الانسان بدأت تصغر شوية فالمفروض انها تلائم عدد معين من الاسنان في الجينات بيطلع اخرهم بدرس العقل بيطلع اخر واحد فبا بيلاقيش مكان نتيجة صغر حجم الفك فده بيبقى درس عقل مدفون درس عقل مدفون بنشخصهم حاجات كتيرة قوي اول حاجة العين جاي مش قادر يفتح بقه دي حاجة قلم مستمر القلم دوت بيبقى اتلي اتجاهات معينة بيبقى اما طالع لودانه او نازل لرقابته وطالع للفك القداماني دي حاجة بيبقى ملوش مكان فاللحم اللي على درس العقل بيبقى ملتهب لانه عادي يزق في اللحم مش قادر يطلع العين كلما يعود على اللحم دوت يعواره فيبيعمل له انوع من انوع القلم الشديد فمثل هذه الحالات بنعمل اشعة اما بانوراما او اشعة مقطعية عشان نعرف ليه اشعة مقطعية عشان اعرف علاقة هذا الدرس بالعصب الرئيسي اللي ماشي في الفك التحتين لانه هو غالبا بيكون نايم على قناة العصب اللي ماشي فيها الشريان واريد خدت بالك وعصب فالجراحة بتاعت الدروس دي بتبقى حساسة جدا 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 لانه ممكن تحصل اي مشكلة في الجراحة تعمل لنا اصابة في العصب الرئيسي او تقطع لي شريان تعمل لنزيف فلازم الجراح بيبقى داخل وهو بيشيله عارف هو هيعمل ايه بالزبط وعارف ايه هي المشاكل اللي ممكن يتعرض لها ولو حصلت يبقى هو عارف ازاي هيحل هذي المشاكل لانه ببساطة شديدة جدا وانا بخلع درس العقل لو هو غويت شوية ممكن لو استعفيت عليه يكسر لي الفك هنا بعند الحتة الزاوية دي كده يتكسر او الادوات فلتت من الجراح قطعت لي العصب في مثل هذه الحالة هيبقى فيه نوع من انواع التنميل هنا مدى الحياة حتة دي منملة او هيقطع لي شريان فيبقى نزيف شديد صعب التحكم فيه اكيد فلازم جراحات درس العقل تتعمل بحرص شديد جدا جدا وجراح بيبقى داخل معاه كل الادوات اللي هتساعده ان هو يشيل هذا الدرس من غير اي بشكل لا بياخدنا ان احنا لازم في النهاية يبقى فيه زيارة مستمرة لطبيب الاسنين مش بس 6 شهور زي ما حضرتك قلت لا لازم 3 شهور علشان لو فيه اي مشكلة نقدر نلحقها في البداية شكرا لوقت حضرتك معيني دكتور شكرا لك شكرا لك شايديني نحب نشكر دكتور وجدي عبد المسيح استشارك جراحات الفم وزراعة الاسنين حصل على دبلوم التقويم الاسنين بألمانيا ماجستير جراحات الفم والوجه والفكين وزراعة الاسنين دبلوم زراعة الاسنين من كل الطب الاسنين لوس انجلوس امريكا زميل جمعية زراعة الاسنين بكاليفورنيا وبكده مشاهدينا تكون خلصة حلقتنا استنونا في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة